الاهلي قدام سيراميكا لبطرة ضربة جزاء في الديا 1001 او يعني قبل كده شوية لحد ما طلعبت في الديا 1001 ضربة جزاء برضو كان لك رأي فيها رأي مهم بص يا كريم احنا بنتكلم برضو احنا بنتكلم بمنطقة المصدقية والصورة ما بتجدبش يعني الصورة بنتكلم على صورة فيه في نفس الماتش لسيراميكا والاهلي لعبة لسيراميكا مهاجم سيراميكا بلعب القورة اي من اشرف بيحتك معها احتكاك يعني بنقول عليه في القنوة في فيفا تكلم عني النوت انف الاحتساب رجل الجزاء والحاكم قراره ممتاز مش كافي يعني مش كافي الاحتساب رجل الجزاء الحاكم قراره ممتاز راجل لعب القورة المهاجم لعب القورة نفس الكلام نفس المعيار القورة جت في ايد برسيتاو وتلعبت لعبة والتانية خلاص الانسا موضوع من لبس الادر غير متعمدة دي لكن بالمنظر ده يعني فيه لقطة واقف النص بين ومن بعض انا دلوقتي كمهاجم لعب القورة والمدافع راح برجله بس راح برجله يعني حتى لو حصل احتكاك مش كفاية لحساب رجل الجزاء لكن انا بتكلم احنا انا بقولك لو حصل احتكاك لاني مش متأجل حصل احتكاك ولا لكن لو حصل احتكاك انا كمهاجم عملت الرزق وانزلت بالمستوى ده براسي فانا اللي عملت الخطورة مش المهاجم مش المدافع رفع رجله اوي رفع رجله وما فيش مشكل بس الاحتكاك ده يا كريم اتقالب احتكاك بمنظر ده لا يرقى الاراق الجزاء هو الاحتكاك حصل لو حتى لو حصل لا يرقى الاراق الجزاء طيب انا عايز لحركة السؤال في الكرة دي تحديدا فضل مش دي الاراق فيها ممكن تختلف يعني مش طبيعي انه تختلف 50-50 مثلا ما وبرضو فيه جزء تأديري جدا للحكم تأديري للحكم انا اجعل فكرة تأديري للحكم اللي حد تسو في الاول انا عامل يوم المياه لان الحكم موقفه ومكانه شايف بين الاثنين اللعيبة انا قادر امر الدولة واقف في مكان ناموزاجي صح شايف بين الاثنين اللعيبة وشايف الرجل والرأس يعني شايف كل حاجة شايف المنظر بالمنظر بالقصة دي على فكرة انا لو احتسف اللعبة دي فاول احتسف على المهاجم مش على المدارسة محمد محمود لعب لاهدش لكن اصح في اللعبة القرار الصح لو دي جت في צинг الاحتكاك اللي حصل برجل اللعيب رجل اللعيب مش لايرقى حتى لو حصل الاحتكاك بالمنظر دا مش دون جي رجل الجزائي رجل جزاء يا كريم قرار كبير فلما احتسبوا بحاجة موجودة فعلا في حاجة حصلت من المدافع عشان حسب على رجل الجزاء لكن اللعبة دي بالمنظر ده بليقون وراك الجزاء غير صحيح طبعا الساكسوال تجيك بالي للوقتي فضل وعلاك ما بتقلقش مثلا ما بتقول قرار ضد الأهل أو قرار ضد الزمالك في التحليل يعني كريم لو كنت أنا هو أنا حاكم بقلق لما حسب على الأهل أو الزمالك حاجة حال هقل للوقتي لك أنا بتكلم في إيه أنا بتكلم في مصداقية وطول الوقت انت في الملعب اسمك وبعد ما اتحلل اسمك ده مهم جدا فبتكلم في مصداقية أنا الجمهور ممكن يهاجمني طبعا أنا كنت حاكم لسه من سنة ولا بتاكن الجمهور ما عجبوش قراري بيهاجمني بس أنا في الآخر بدور على القرار الصح وعلى فكرة لما كنت أخطئ اعترف بخطئ ما فيش مشكلة خالص لكن بتتكلم دلوقتي في صورة في الموضوع بناسبة لي أسهل في تحليل دلوقتي بتتكلم في اعتبارات بتفي حطها وصورة قدامك واضحة وبتتكلم عليها بمطالبة موضوعية تيجي بقى على الأهلي تيجي للأهلي تيجي على الزمالك تيجي على الزمالك ما عندكش مشكلة صحيح